السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوم تشو ماسكي. ده أستاذ لعلم اللغويات وفايل ياسوب أمريكي. وعلم إدراكي وعلم منطق ومؤرخ وراقد ونشط سياسي. وأستاذ فاخري في معهد الام اي تي للتكنولوجيا. اشتغل فيها قال اكتر من خمسين عام. وما بيسموه ابو علم اللغويات الحديث. تمام? يعني راجل ما فيش بعد كده. مش عارفة اجيب لكم رأيي من متى. تمام؟ هو ليه رأيي في شات جي بيتيب ورأيي في الزكاة الصناعية بيقولك ان العائل البشري مش قلة احصائية. مش زي شات جي بيتيب. الجشع اللي ماتت تيرا بايت من البيانات من أجل الوصول للإجابة الأكثر منطقية لمحادثة والإجابة الأكثر ترجيحة للسؤال العلمي. يعني شات جي بيتيب تدلو كمية بيانات كترة جدا. هو يحاول هو يرجح إجابة ومعينة للسؤال. العائل البشري نظام اعقد بكتير. ونظام فعال وانيق بشكل مدهش. بيتعامل مع كمية كبيرة مع كمية محدودة من البيانات والمعلومات. وهو بيفسدش اللي ارتبطت اللي بينها بل بيحاول ان هو يخلق تفسيرات. طيب هو بيقول ان زكاء الصناعي المفروض ما يسماش زكاء الصناعي. هو يسمى برنامج انت حالي. لان هو مش بيش اي حاجة. لكن هو بينسخ اعمال حالية من الفنانين الحاليين. ويعدلها بطريقة تمكنك ان انت تهرب من فكرة هو طبعه النشر. يعني هو بيعتبر ان دي اكبر سرقة لملكة الفكرية تم تسجيلها على الاطلاق من ساعة وصول المستعمرين الاوروبيين للمجتمعات الهندية. دي مقالة نعمة شومسكي اتنشرت في نيويورك تايميز. آآ تمانية مارس الفين تلاتة وعشر. الرجل ما شاء الله يعني قالك ان زي فكرة الصور هو مش بيبدع صورة جديدة مش بيعمل موناليزة. وانما هو بياخد لقطات من صور كترة جدا. لازالك في ناس بدأت تعمل برامج تخدع زكاء الصناعي وتخليه يعمل لك صور غلط. تخليك مسلا تطلب منه حاجة فيعمل لك حاجة مختلفة لان لعبه في المفردات بتاعت الصورة. فالزكاء الصناعي حتى الان احنا كنا بنقول ان هو بوصل لمرحلة متقدمة لابيولك هو بيقدر يخدع يقدر يخدع برامج الابتحال يقدر ان هو ياخد كاس قصة مع بعض ويحطوهم ويعمل قصة بس بش هيقدر يعمل لك قصة مثلا زي ايوسف ادريس او 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 الناس المنفلوطي والحاجات دي كلها. او بس بيعمل خدعة كده في قلب الحاجات بحيث ان انت تعتقد ان ده عمل فريد واصلي. رأي جميل جدا حبيت ان انا اسجله.